السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف الثاني الثانوي ودرس جديد من دروس الفيزياء سنتكلم بناتي عن الدرس الثاني الفصل السادس القوى داخل السوائل أولا بناتي يوجد نوعان من القوى داخل السوائل عندي القوى الأولى تسمى قوى التماسك قوى التماسك هي قوى تؤثر بين جزيئات المادة الواحدة أي أنها قوة جذب كهرومغناطيسية تؤثر بين جزيئات المواد الواحدة المواد المتشابهة ومن أمثلة هذه المواد ومن أمثلة هذه الظواهر التي تظهر فيها قوة الجذب الكهرومغناطيسي ظاهرة التوتر السطحي وظاهرة اللزوجة مثال على قوى التماسك بين جزيئات المادة الواحدة نجد بناتي القطرة الندى التي تتخذ شكلا كرويا مثال على قوى التماسك كذلك حلوات ثير البعوض على سطح الماء مثال لقوى التماسك ومثال للتوتر السطحي إذن فما معنى التوتر السطحي؟ التوتر السطحي هي الخاصية المتمثلة في ميل سطح السائل إلى التقلص لأقل مساحة ممكنة ولماذا تتقلص إلى أقل مساحة ممكنة؟ بسبب قوى التماسك بين جزيئات المادة نشوف بناتي عندي دائما دائما القرات الزئبق تأخذ شكلا كرويا عند وضعها على سطح أملس أو بنسمي سطح مسقول وهذا يرجع إلى قوى التماسك بين جزيئات قطرات الزئبق قوى التماسك تكون كبيرة جدا وهكذا كلما قلت قوى التماسك تكون المادة قابلة للتسطح والافتراش عن إن هي تأخذ شكلا قرويا يبقى ليه الجسم يأخذ شكل كروي؟ لأن الشكل القروي هو الذي يمثل أقل مساحة سطح لحجم معين كلما زادت توتر السطحي بناتي للسائل زادت ممنعة السائل لتحطم السطح فمعنى أن الجزيئات على السطح قوى التماسك بينهما تكون أكبر ما يمكن يجيني سؤال بناتي في بعض السوائل مثل الكحل والإثير تتسطح عندما توجد توضع على سطح مسقول لأن لها قوى تماسك ضعيفة بين الجزيئات اللزوجة اللزوجة تسبب قوى التماسك والتصادمات بين جزيئات المائع في المواعع غير المثالية ومعنى اللزوجة بنات معناها الاحتكاك الداخلي الذي يعمل على إبطاء تدفق السائل أو إننا أقول اللزوجة مقياس لممنعة السائل للتدفق يبقى عندي مقياس الاحتكاك الداخلي أو ممنعة السائل للتدفق ونجد بناتي أن اللزوجة الماء منخفضة في حين إن الزيت أعلى لزوجة في حين إن العسل أعلى من الماء والزيت إذ أن العسل يتدفق كالزيت بشكل بطيء لكن أكبر من الزيت ويستخدم بناتي الزيت في وضع يوضع على الأجزاء المعدنية للمحركات حتى يقلل من احتكاكها مع بعضها يقلل من عملية اللزوجة من المواد بناتي التي تعد أعلى لزوجة عندي هي اللابة المنصهرة المتدفقة من البركين يبقى إذن تعد اللابة والسخور المنصهرة التي تتدفق من البركين من أشد وأكثر الموائع لزوجة نأتي إلى القوة الأخرى التي تربط بين جزيئات السوائل ألا وهي قوة التلاصق قلنا بناتي أن قوة التماسك بين جزيئات المادة الواحدة فإذن قوة التلاصق قوة جذب كهرومغناطيسي تؤثر بين جزيئات المواد المختلفة فعندما يوضع أمبوب يوضع ماء داخل أمبوب بين الماء والأمبوب قوة التلاصق عندما يوضع الزيت يبقى بين الماء والأمبوب لأنهم مادتان مختلفتان يجييني بناتي سؤال إذا وضع أمبوب زجاجي نصف قطره الداخلي صغير في الماء فسيرتفع الماء في الأمبوب لماذا بناتي؟ لأن قوة التلاصق بين سطح الزجاج وجزيئات الماء أكبر من قوة التماسك بين جزيئات الماء فلذا يرتفع المعاكس له بناتي الزئبق الزئبق إذا وضع في أمبوب فلا يرتفع بشكل كبير بسبب أن قوة التماسك بين جزيئاته أكبر من قوة التلاصق إذا ما هي التطبيقات التي تستخدم في حياتنا على قوة التلاصق؟ هي الخاصية الشعرية ومعنى الخاصية الشعرية ارتفاع الماء في الأنابيب الضيقة يبقى ارتفاع الماء في الأنابيب الضيقة مثال على قوة التلاصق يجيني بناتي إيه هي الأمثلة على الخاصية الشعرية؟ أولا المناديل استخدام المناديل في تشفيف العرق تعتبر المناديل تعمل كأنبوب شعري يرتفع فيها الماء مجرد أن تتلامس معه أيضا مناتي ارتفاع الوقود في فتيلة القنديل الفتيلة تعمل كأنبوب شعري أيضا ارتفاع الماء في جزور النباتات الجزور تعمل كأنبوب شعري أيضا مناتي استخدام الملابس القطنية لامتصاص العرق استخدام المنشفة لامتصاص الماء فهذه الأجسام تعمل كأنها أمبوب شعري إذن بناتي الخاصية الشعرية هي ارتفاع الماء في الأنابيب الضيقة إذن لا يرتفع الضئبق في الأنبوب الشعري ليه؟ لأن قوة التماسك بين جزيئاته كبيرة جدا ننتقل إلى الجزيئة الأخرى عندي التبخر والتكثف ما معنى التبخر بناتي؟ معنى التبخر هو هروب الجزيئات من سطح الماء الموجود عندي وكيف تحرك الجزيئات بناتي؟ عندما ترتفع درجة الحرارة تمتلك الجزيئات طاقة كبيرة هذه الطاقة الكبيرة تساعد على الحركة أي أنها تزداد الطاقة الحركية لهذه الجزيئات فتبدأ في الهروب من سطح السائل كما يتم عند تسخين الماء في قدر فإن بعض الجزيئات تمتلك طاقة حركية كبيرة لتهرب على هيئة بخار عندي بناتي يجيني سؤال دائما يؤدي انخفاض يؤدي التبخر إلى انخفاض درجة حرارة السائل في الإناء لماذا؟ يؤدي التبخر إلى انخفاض درجة الحرارة بسبب انخفاض متوسط الطاقة الحركية للجزيئات المتبقية في الإناء فتنخفض درجة الحرارة عندي بناتي في مواد تسمى المواد المتطايرة هذه المواد تتبخر بسرعة وبسهولة بسبب ضعف قوى التماسك بين جزيئتها كالكحل وأنواع العطور فهذه المواد السوائل تسمى السوائل المتطايرة تتبخر بسهولة لضعف قوى التماسك يجيني حلواتي آخر جز التكاثف التكاثف أو بنسميه التكاثف ما معنى التكاثف أو التكاثف التكاثف معناه بناتي تحول البخار إلى سائل يبقى يتحول البخار إلى سائل بسبب ارتفاع درجة بسبب خفض درجة الحرارة وعشان كده حلواتي يتكون الضباب متى؟ عندما يبرد الهواء الملامس للسطح الأرض يتكاثف بخار الماء في الجو مكوناً سحابة من قطيرات الماء أو قطرات الماء تسمى ضباباً إذن الضباب يتكون بسبب عملية التكاثف حيث أد التكاثف إلى انخفاض الطاقة الحركية للجزيئات وكذلك أيضاً انخفاض درجة الحرارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر